السلام عليكم انا لم يأ زكريا النهاردة من مطبخي جاي لكم بتورتة دايت التورتة دي من ابتكاري يعني المقادير والمكونات وكل حاجة انا كده عملتها مع نفسي وطلعت بالجمال ده وطعمها بجد حكاية ان شاء الله جربوا وتعجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسابسكرايب ندخل بقى بينا على المقادير بتاعتنا معينا تلاتة بيد حجم كبير مفصولين ومعينا النواشف بتاعتنا نصف كوب دي شوفان نصف كوب شوفان مطحون معلقة كبيرة نشا معلقة صغيرة بيكين بودر ورشة صغيرة بيكين سودا ورشة ملح ورشة فانيليا والسوايل معينا تلت كوب زيت دورة تلت كوب لبن اتنين معلقة كبيرة عصر ابيض والتسقية بربع كوب لبن والطوبينج اكيد هقول لكم عليه ومتقلاقوش ان شاء الله المقادير كلها هتكون مكتوبة في صندوق الوصف دلوقتي بقى هنيجي لأول خطوة في التورتة بتاعتنا الهشة الجميلة الدايت دي هنجيب سفار البيض ونحط عليه العسل والزيت واللبن طبعا المكونات كلها بدرجة حرارة الغرفة وعليهم الفانيليا بتاعتنا ونبتدي بقى نقلب بالمضرب اليدوي عادي جدا لغاية ما المكونات تختلط مع بعض فكرة التورتة الدايت دي ان المكونات بتاعتها استبدلناها بمكونات تكون صحية مفيش سكر مفيش دي ابيض مفيش سمنة مفيش زبدة عاملين كل حاجات مكوناتنا بمكونات طبيعية خفيفة جدا وصعرات حرارية اقل بكتير من اي حاجة حلوة تانية جازة تورتات او الجاتوهات ان شاء الله بجربوها وتعجبكم دلوقتي بقى حطينا النواشف بتاعتنا على السفار البيض ونبتدي نقلب المكونات كويس جدا مع بعض لغاية هنا الخطوات بتاعتنا سهلة وبسيطة جدا ومش هتاخد مننا وقت وفي الجزء ده انا سخنت الفرن معي على درجة حرارة 180 او 170 على حسب الفرن رفق اوسط وحضرت الصينية بتاعتي مقاس 23 حطيت ورق زبدة في الاسفل وحطيت الجناب زيت ودقي عادي اللي حابب طبعا يعمل في مقاس اصغر مفيش مشكلة انا اخترت مقاس الصينية بتاعي 23 وطلع حجم التورتة متوسط هنيجي بقى دلوقتي هنكمل بياض البيت بتاعنا نضرب معلقة خل ورشد الفانيليا وبس كده طبعا لغاية ما نوصل للقوام التلجي اللي هو بيكون القوام فومي كده وعالي زي ما احنا شايفين معانا ونيجي نقلب البولة كده مش هنلاقيها طبعا البياض بتحرك ولا حاجة تعرف ان انتي وصلت للقوام الصح زي ما احنا شايفين قدامنا كده ونبتدي بقى ناخد معلقتين معلقتين كده من بياض البيت ونبتدي نقلبه على باقي المكونات ونقلبه بهدوء علشان ما نخرجش الهواء اللي احنا دخلناه في بياض البيت هي بس الجزء ده اللي هكون محتاج مننا صبر شوية ونقلب بالروحة علشان نطلع الترطة بتاعتنا هشة وجميلة زي ما احنا شايفين كده لغاية ما ندمج البياض مع باقي المكونات في الاول هيكون تقيل شوية لغاية ما هيندمج كله مع بعضه وحياخد القوام اللي هو النعم بتاع الترطة الهشة زي الترطة العادية بالزبط وطبعا دي اجمل بكتير لانها كانت صحية وكمان مش مسكرة خالص طبعا التحليق دي حاجة ترجع لكم انا اكتفيت بمعلاقتين عسهل بس اللي حابي بيزود اكتر اللي عايز يحط السكر دايت ما فيش مشكلة دي حاجة ترجع لكم زي ما احنا كده بنكمل باقي المقادير بتاعتنا وبنقلب كويس قوي لغاية ما ندمج المكونات مع بعضه وهنا انا كده كنت خلصت المقادير بتاعتي وبقت تمام شايفين القوام بتاعها عامل ازاي وقد ايه شكلها هشة وجميلة كده وفتحة ودي الصينية بتاعتنا مقاس 23 اللي حابي بيزودها في مقاس اصغر زي ما قلت لكم هتطلع برضو جميلة وعلي اكتر من كده هنفضي بقى ايه المكونات بتاعت الترطة معنا وبعدين هنديها كده زي خبط او خبطتين على الرخامة عشان احنا بنخرج الفقاعات اللي في المنتصف فقاعات الهواء اللي هي بتكون اه في منتصف الكيك زي ما احنا شايفين كده مع بعض وبعدين هجيب اللي هما السيخ اللي هو بتاع الشيش تاوك وهنبتدي بقى نقلب الكيك كده عشان نخرج الفقاعات زي ما واضح قدامنا وحطيت صنية تانية من تحت الصنية دي علشان بس ما تلسعش الكيك ما تنسوش ان دي الشوفان او دي اللي هو الكمان الامح ممكن يتلسع بسرعة لو النار عالية او الصنية خفيفة وهنا بعد ما استويت وبقت جميلة وطرية وهشة وابتدي نقربها ونديها بقى التسقية بربع كوب اللبن زي ما قلتلكم علشان تطلع بقى جميلة كده وطرية خالص وهي فعلا بجد طلعت عموها بجد طحفة ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وبعد كده ما اتشربت خلاص اللبن هنسيبها شوية وندرب بقى التوبنج بتاعنا معينا كوبية اشتة بلدي على لبن واتنين معلقة كريم شونتي قليل الدسم معلقة كبيرة هسل ابيض او سكر دايت ورشة فانيليا واتنين معلقة كبيرة زبادي قليل الدسم بس كده هي دي المكونات بتاعتنا بتاعت التوبنج الجميل ده طبعا القشتة البلدي دي من الدهون الصحية على فكرة يعني متقلقوش منها خالص وهنبتدي بقى نضرب لغاية ما نوصل للقوام الكريمي كده زي ما احنا شايفين وهنحطها في الكيس بتاع الكريم شونتي ونبتدي بقى التزيين ده بقى حاجة ترجع لكم انتم ما فيش مشكلة خالص براحتكم يعني اللي عايز يعمل وردات اللي عايز يعمل شكل معين براحتكم اللي عايز بقى اللي عنده فكهة اللي عنده مكاسترات دي حاجة ترجع لكم يعني وانا كان عندي تشوكلة دارك وعملتها سيحتها على حمام مائي كده وحطيتها في كيس كده عملت شكل كده بسيط على الوش وهو ده كان التزيين بتاعنا حاجة بسيطة جدا جدا ومش مكلفة وكمان بصعرات قليلة زي ما انتم شايفين شايفين شكلها الدقي جميلة وبجد الطعم كمان كان حكاية شايفين بقى حاجة بسيطة قوي وكمان التزيين بتاعها بسيط بس كده هي دي الترطة الدايت بتاعتنا اتمنى انتم تجربوها وتقولولي رأيكم ومتنسوش متابعتكم مهمة جدا جدا ليا وبتساعدني قوي شايفين بقى الشكل الدقي جميل وبجد الطعم كمان كان اجمل بكتير شايفين الوردات الصغنطوطة دي اللي تعملت غيرت الشكل خالص ديها زي الترطة العادية بالضبط اللي هي الجهزة بس دي طبعا بمكونات صحية يعني ما فيش اي تقنيب ضمير وانتي بتكليها ممكن كده قطع في الفطور او قطع كده كاسنيك اشوفكم الوسفق جايا على خير